بعض الناس للأسف يعبر بتعبيرات ينبغي عليه يراجعها ألا وهو أنا حظي سيء أنا وين طقها عوجة أنا ظروف عكسي أنا كذا أنا كذا لماذا تحكم على نفسك أولا لا بد أن تعرف أنك أول طريق للتغيير للأفضل أن تبدأ به أنت مع نفسك إن الله لا يغير ما بقوم قال حتى يغير ما بأنفسهم نقطة التحول إلى الإيجابية أن نغير نفوسنا أن نغير أفكارنا أن نغير كلامنا أن نغير أسلوبنا نتغير أقول لها بكل صراحة متى نكبر متى نكبر والله عندما ترى بعض مشاكل بعض الناس خلافاتهم نزاعاتهم متى نكبر متى نكبر إذا كان الإنسان يوصل أربعين ولا يزال عند السلوكيات خاطئة يوصل الخمسين ولا يزال عند سلوكيات خاطئة يوصل الستين والسبعين ولا يزال عند كلمات و عند تصرفات متى نكبر أعيدها مرتين وأعيدها مئة مرة متى بنكبر متى نكبر وحنا لا نزال نتصرف بعضنا هذه التصرفات لا يحسن أن يتعامل مع زوجته لا يحسن أن يتعامل مع عيالة لا يحسن أن يتعامل مع الناس يخطأ أخطاء لا تليق لماذا يعني لا يتعلم لماذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى متى نكبر ونغير سياسة الحساسية الزائدة التدقيق على الأمور الوساوس على الأحوال حتى أصبح الإنسان لا يطيقه أهل بيته بعض النساء لا تطيقها بناتها بعض البنات أصبحت لا تطيق والدها بعض الأخوات أصبحوا لا يطيقون أخوهم ما هو السبب إذا كنا نكبر في الحقيقة عمرا وسنا ورقما فقط بعض الناس يكبر بالرقم فقط رقما صار أربعين رقما خمسة واربعين رقما خمسين خمسة وخمسين ستين هذا رقم فقط لكنه لم يكبر عقلا عقله لم يكبر فهمه لم يكبر إدارة حياته لم تكبر إلى الآن مبرض يتغير حتى في طريقة إدارة اقتصاده في إدارة عمله في إدارة وظيفته في إدارة أموره يعني إذا كان الإنسان يكبر ولا يزال ما يعرف قيمة المال ولا يعرف قيمة العمل ولا قيمة الاجتهاد إذا كان الطالب يصل الآن الثانوية وربما الجامعة ولا براء عارف قيمة الدراسة متى يكبر هذا الذين يقعون في المخدرات والمسكرات وغيرها أنا دائما أقول لهم عبارة متى تكبر وتدرك أن هذا خطر اللي قاعدين بعض الحريم الآن إذا قاعدة امرأة كبرت الآن ولكن يعني استهوتها الشياطين في أفعالها في حجابها في أخلاقها في سلوكها متى تكبر هذه متى يكبر هذا الإنسان أفلا يتفكرون أفلا يعقلون أفلا يدركون أفلا يتأملون متى يعني نترك هذه يعني الاستهواء الشيطاني في هذا الإنسان ويدرك متى يكبر الإنسان فهمه يكبر دماغه يكبر عقله يكبر إدراكه التدقيق على كثير من الأمور وأصبحنا في خلافات رسالتي أقدمها عبر هذه الشاشة لقد فضحتنا المناسبات لقد فضحتنا المناسبات سواء الأفراح أو الأحزان فضحتنا المشاكل إذا وقعت تفضحنا تفضح أخلاقنا تفضح سلوبنا تفضح سلوكياتنا تفضح أعمالنا هذا يسب هذا هذا يشتم هذا هذا يغتاب هذا هذا ينم على هذا هذا يشتكي على هذا أصبحنا متى نكبر متى نكبر أصبحنا نختلف مع بعض ترى الإنسان في الحرام في بيت الله عز وجل ويكاد يدخل بينهم الشيطان في الصراع لماذا على مشاكل تافهة أليس الله يقول وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامَةَ كم من مواقف اللغو كم من تصرفات اللغو كم من أعمال اللغو كم كم إذا كان الله عز وجل نهانا نهانا عن الغيبة وعن النميم وعن البهتان كذلك أيضا النمام هذا نفسه وصفه الله بوصف قال من ناع للخير معتد أثيم يا أخي تعرف أن هذا النمام مفسد لا تطيع النمام يا أخي لا تطيع النمام قد يكون النمام أخوك قد تكون النمام أختك بعض النميمة اليوم تطورت تطورت النميمة يعني هذا